ترجمة نانسي قنقر أكيد رح تستغربوا العنوان مثل ما أنا عند اليوم ضيف أنا بدأ أسأله كتير أسئلة بإذا بدنا نقول زمن التغيير زمن التحول الجنسي زمن تغيير وعنا ضيف حالي اليوم اسمه نادي حابب يخبرنا تجربته شو جاية تخبرنا ببرنامج تجربتي وعنا صراحة جاية جاية بك مش جاية أحكي إذا بدنا نقول أنت اليوم عملت إكسبرينس بحياتك مميزة أكيد كل الناس لما بيسمعوا بقصتك أكيد بدون يقفوا ويسألوا مليون سؤال إذا اليوم أنت جاية تقول رسالة أنا عملني حالي أنا حالي انطفت حاليا لأنه أنا الحالي كانت سابقا وقتها كانت مضطرب وكانت مش عارف هويت المزبوطة بس هلأ بطلت حالي ليه؟ لأنه عايش حياتي وما برجع بالذاكرة لورا وحياتي ابتدت من أربع سنين يعني أنا اخترت حياتي وعايش حيات طبيعية مثل كل شخص اليوم اليوم سو الحالي معناتها حالي مش منيحة أنت بتعتبر يعني حالي نفسية حالة مرض أو أي شي منو حالي اليوم أنت منك حالي أنت اليوم متصالح مع حالك عدتك كذا مرة أنا حدا متصالح مع حالي جدا أنا بتمنى العالم مش اللي متحولين أو حالة إنسان أنا بتمنى إنسان طبيعي يكون هلأدية متصالح مع حاله لأنه في كتير عالم أكيدة مع احترامي لك البعض بس في عالم أنا متصالح مع حالة فبتتخبط وحابة لتخبط اللي عيشته أنا ما حبيت تتخبط حبيت تعيش حياة راضي ذاتي راضي ربي مع إنه في عالم تير راح تستغرب وراضي الحياة اللي أنا لازم عيشها اليوم أنت قالت اللي أخدت قرار من أربع سنين نعم الوضع اللي أنا فيه أو ليها التخبط اللي أنا فيه فهيدي هي يعني ما مش مرة مرة أنا عندي مشكلة كروموزان ومشكلة أرمان يعني أنا مش لأنه طالع عبالي أني أعيش حياة الشاب تبلورت معي وطلعت دقني هيدة منها كبسة زر في عالم كتير تعملها عادة لأنه هي عندها بابا اللي كي تبقلوها بيستهوين هيدا الموضوع أنا ما بيستهويني كيف يعني؟ يعني في عالم يعني خليني بس أشرح لأيكون الجواب محدد أكثر من أربع سنين أخدت قرار إنه يصير عندك دقني يكون شكلك رجال شلي غيرتك؟ أنا ما أخدت قرار إنه يصير عندك دقني أنا عم بحكي أوكي مثل أنا القرار اللي أخدته أنا عاشت تخبط 38 سنة شكليا شكل بنت بس مضمونا مضمون شب كنت عم بتبرز ونوستك قلتلي أكيدة لأنه أنا عايش بمجتمع بغض النظر أنا ما بآمن بالمجتمع نحنا نصنع المجتمع ونحنا نصنع حقيقتنا لنفرجيها للمجتمع بس أنا الحالة اللي كنت فيها هي حالة بين هلالين مرضية مرضية يعني خلقان عندي مشكلة كرموزوم وعندي مشكلة أرمان يعني الأرمان الزكوري بجسمي هو معدد رجال بجسم مرض أوكي والكرموزوم اللي أنا عنديه هو XXY يعني هو كرموزوم رجال رجل عدد رجل وقا فأخدت القرار أني بطل هالشكل المرة بنفسية رجل صرت رجل كامل خلينا نحكي عن وضعك الحالة اليوم يس أوكي أكيد بتلاقي كتير صعوبات هويتك اليوم أنت على الهوية بحطه زكري أو أنصة اليوم هويتك شو؟ للأسف أنصة بتتغير؟ أكيد إذا حالة مرضية إذا فيه دليل مرضي بيحاولوها أكيد وصارت وإنت اليوم بلشت بيهول بروسيدشورز أو ما بهمك هذا الموضوع؟ لا بالعكس أنا بكون عم كذب على حالي إذا أنا في حدا نقول لي نادي لي ما بتسافر بتاخد ورائك لأنه ببلدان الأوروبية شوي منفتحين أكتر قلت له طيب بسافر وبعيش خمس سنين برا وبيخدوا رائي وبفوت على لبنان بفيزا بس بصمتي بصمت نايلة فأنا إذا بدي إلغي نايلة من حياة نادي ما لازم يكون في شي بيدل أنه ما فيك تلغيها؟ لك دايماً بقول لنادي ونيلة نفس الروح بس مختلفين نايلة كانت حالي لأنه ما كانت متصالحة مع حالها نادي حالي متصالح مع حالها يعني البحر الهايج والبحر الهادي هني نسألك بعد سؤال عن هيدا الموضوع بهمني عالي طان بالمطار على الأمن العام بيشوفوا الصورة أنت صورتك على الباسبار بنت بنت فو أنت ما فيك تسافر بلا فيك تسافر وأنا بتشكر الأمن العام لأنه عن جد الأمن العام اللبناني بالطريقة كيف عملني عن جد أنا برفع له من الكبة لأنه في احترام بغض النظر في عالم عم بتشوه صورة المتحول بس أنا معي أنا ولا مرة صار في إذا بديك هيدا كيف بقولول التاتش بيني وبين حدا من العام هيدا بس أنت لما بتمرق بتقول أنا نادي وبيعرفوا أنه الأساس كان نايلة في بروسدير واحدة عملتها أني نزلت أخدولي بصمة العين أنا نحن بسروح نعمل باسبار بياخدوا بصمة العين تأكدوا أنه هيدا هو نفس الشخص بس أكيد مرفق بالرابورات الطبية مرفق بورقة اللي عملي إياها المختار هي إفادي التعريف أنه نادي هو نفسه شو عم تكون ردت فعل الناس يعني حسب ما شفت بالعكس بيهتموا بحالتك أنه في أنت حالة إنسانية أنت حالة إنسانية وما في الواحد ما يكون عنده حشورية يحكي معك ويقرب لك ويسألك أسئلة لأنه فيه إشياء مش طبيعية لكي أنا فتحت على حالة هيدا الباب لوما أنا طلعت على الإعلام بعتقد أنه ما كنت لفت النظر أنت بتحب التمييز بيعطيك سعادة التمييز أنا مميز بحد ذاتي فماني ناطر التمييز من العالم كانت مميزة نايلة نايلة كانت إنساني ما فيني أقول طبيعية يعني أنا اللي بيدي يسمع بدي أقول هيدا إنسان عم بيناقض حاله إنه هو نفس الشخص هو مظبوط نفس الشخص بس الحياة اللي كانت عيشتها نايلة مش الحياة اللي عايشها نادي الاضطراب اللي كان عندها إياه نايلة ما عنده إياه نادي الكذب اللي كان عندها إياه نايلة ما عنده إياه نادي أنت بتكرهها لنايلة؟ ما بقدر أكرهها لأنه لو منها أنا ما كنت أخد قرار وصرت نادي يعني هي كانت عم بتحضر إنه خلص طلع مني بس ما بتحب تتذكر حتى يعني بتقلي نايلة ماتت خلص ما بحب تتذكر الضعف اللي كانت فيه خبرنا عن هيدا الضعف الضعف لكن الإنسان وقت ما يكون متصالح مع حاله بيعمل قصص غزباً عنه بيكون شرس بيكون إنسان متسلط إلى حد ما عم بيشتري محبة العالم أو انتباه العالم اللي حوله نايلة كان عندها النقص كانت حدا متسلط كانت حدا شرس كانت حدا بيشتري اهتمام الناس والعالم كانت عم تستفيد من هيدا الموضوع يعني في عالم كانوا مستفيدين من ضعف نايلة لأنه بيقدروا ياخدوها يعني كانوا يدعسوا عليها بس يعملوا هني شو مرادهم ما قدروا يعملوا هيدا الشي مع نادي لأنه نادي حدا مثل ما قلت لك حالة ماتت هو حالة بالتغير اللي عملته بالبلبل اللي عملتها يعني ما فينا ننكر إنه بنت عملية شب العالم بدأت تتساءل بس إنه إنسان يدعس ع كرامة إنسان شايفو هالقد ضعيف وما عنده شخصية ومش عارف حاله هو مين وشو عم يعمل وشو شو شو هيدا إنسان حرام يعني يعني كانوا عم يستغلوا عن ناس لنايلة بضعفة وكرهت ضعفة أنت اليوم هيدا الضعف وين صار لأنه عادة المشاعر ما بتدوب المشاعر بتتحول الشخصية مش رح تتغير ش اللي تغير اليوم بس بتعرفي شغلي لا الشخصية تغيرت لأنه الشخصية كانت مكبوتة بحدا ما إنه هلقدة كيف بقولو هلقدة صريح مع ذاته بس ما في مرأة قوية؟ أنت بتعرف أكيد؟ في مرأة قوية أكيدة في المرأة اللي بتقدرت تكون قدة وقدود وفيها تكون بمئة رجل بس هوني عم نحكي عن شي تاني هوني عم نحكي عن تخبط ولا ممكن إذا أنت عم تتخبطي ومانك بتصالح مع حالي كون عندك هالقدة قوة شخصية ما هو الضعف بيجي من العالم اللي حوليك من النقص اللي عالم عنده الضعف بيجي من العالم اللي حوليك أكيد والمرأة كمان أكيد إذا أنت عايشة ببيئة وموجودة بين عالم مش عم يتحكوا عليك عم يتحكوا على أحدهم هني عم ينقلوا لك هالفايبز إنو أنت عم بتشككي أو عم تستخفى بالشخص اللي واقف حدك ما أنت عم تزرع له المرض عنده يعني بتشير منك بتحط فيه خبرني عن يوم عن كانت نيلة بعمر المراهقة صح منا عارفة شي عن هالموضوع ما معا خبر حدا رعيف حدا مقزة حسب ما بتقول مقزة بحق حالي تخبرني عن نيلة بعمر المراهقة عمرها 16 سنة 15 سنة لكن ما قطعت المراهقة لأنه عادة البنت وقت تكون قطعة بسن المراهقة بتوقف عن المرأية بتعمل ميك أب بتضبط حالها بتصير هيك هيدا الشاب بيعجبها كذا هيك نيلة ما قطعت فيهم يعني نيلة مثلا أنا عمره 16 بتلعب بيمبون بتلعب تنس بتلعب باسكت بتلعب فوتبول سيارات يعني تجيبي لها أصحاب بابي تين ايجرز عادة طب تين ابي بابي هالعمر بالمراهقة بتبلش البنت تنعجب بشاب ما أبدا بس كان فيه معجبين بوقتها أكيد ما بعرف ما بقدر شوف هيدا النظرة ما كنت تنتبه لهيك إشياء ولا حدا يضحش ولا حدا يحكي يضحش بس انه هيك انه لك انه واحد هيك حدا ما بعرف نقص القنوسة لأنه عادة بيضحشوا على بنت لا كانت كاملة القنوسة أوك وكانت ضعيفة وكانت ضعيفة وكانت مستغلة طيب ما كان فيه حدا مين اللي كان عم يستغلة العلم اللي انفكرته أنا أصحاب أصحاب يعني بتأسف يعني كلمة الأصحاب كبيرة الصديق يعني نحن لوقت نكتب عن الصداقة فيه قصص معينة لواحد يستاهل هيدا اللقب إنه يكون صديق فكيف تا إذا كان صديق مزيف انت أكلت ضربة من من الأصدقاء شكلك لأنه كنت دايما بتجيب هالسيرة خبرني عن لكن مش بالعكس أنا كنادي ما عندي هاي المشكلة بس بس شوف الظلم اللي كان موجود على شخص حابب يكون هو وما يكون ملاقا مساعد يعني مثلا قصة قصة يعني مثلا أنا وقت أخدت القرار بكورونا كورونا أنا بدي أقول شغلة لأنه كورونا كان لها سبب كتير أساسي لكل شخص فينا نفوت على ذاتنا ونرجع لنحنا شو ونحنا مين ونحنا كيف ونحنا ليش فدايما الإنسان بيتساءل بينه وبين حاضو بس تقطع عنده مرور الكرام بس وقت تكوني مزروبة بين أربع حيطان ومنك عم بتشوفي عالم ترجعي لذاتي كتيري تراجعي لأمور فكورونا كان لها دور كتير أساسي بحياة نيلة اللي هون صارت عم بتفكر أنه أنا ليه عم بكون هالقدة شرسة ليه هالقدة عم بتخبط ليه هالقدة فيه كذب حوالي يا هالطورة أنا مش منيحة يا هالطورة أنا إنسانة مريضة يا هالطورة أنا عندي مشكلة يمكن معقولي أنا عندي مشكلة مع العالم وهني العالم يعني عادة العالم بيكون عندهم مشكلة ليه أنا بديكون عندي مشكلة مع كل العالم شو أكتر شي جرحك؟ شي موقف بتتذكروا عطيت إيمة لأشخاص حرام ينعطاهن إيمة بشون جرحت؟ آآ إن جرحت بالمحبة المزيفة وبالصداءة المزيفة كيف كذبوا عليك إنو قالوا لك إنو أنت مفكرون أصحاب وكذبوا بيشوا كذبوا هون قلتلك من شوي إنو كانوا مستفيدين من ضعفنا لو والله بفتح الباب وبفوت إن قعدت أو ما قعدت ما إلا كلمة حتى ببيتها ما كانت تعرف شي يعني حرمت بيت آآ حرمت البيت؟ شي يعني حرمت البيت؟ حرمت البيت إنك تسكربة ببيتك وأسرار بيتك يضلوا نلاق إليك والدفع اللي موجود بالبيت آآ يضلوا دفع آآ بيشبهك مش تفوت عالم عبيتك سوري سوري يدنسوا العتب اللي عم بفوتوها بيشكلهم الحلو بس بيجي من جوة من جوة قلتلي عن جديدة عرفت شي يعني حرمت البيت أمك كانت مرة كتير بتحترم حرمت البيت ما كنت فهمين هيدا الموضوع اليوم صرت تفهمه قبل كنت أعمل معها مشاكل قل لي يا ماما لا كتير مناح وأنا بحبه ولو كذا كانت تتعدع جرحة وتستقبلهم بيدحكة وبابتسامة وهيدا وهي من جوة منا مقتنع لأنه شايفة اللي أنا ما كنت شايفة شو كانت شايفة؟ شايفة عالم استغلالية عالم كذابة عالم مصلحجية سبحان الله اليوم بتوسق بحدا؟ لا أبدا بوسق إلى حد ما بالأشخاص اللي مسكوا لأيدي اللي دلوني على طريق الصحيح مش بالتحول الطريق الصحيح بنظرة للمستقبل بالاحترام للذات قبل ما أحترم الأشخاص التانين لكي هي الحياة كلها تونال ماشي بهالسيارة عمتين توقف بس طالما نحنا سايقين طالما بننسوق باحترام تنوصل للدستينايشن اللي نحنا واصلين له باحترام فالناس اللي ما عندها احترام ما بحياتها تجري بتقول إنه صديقة أو صديق سؤال اليوم مين الرجل بنظرك؟ الرجل هو الأمام السقف وإنه يكون رجل لأنه في شعرة بين الرجل والذكر والمشكلة إنه نحنا عايشين بمجتمع في كتير ذكور رجال كتير قلال مع احترام إلى الكل في كتير عالم بغاروا مني في رجال بغاروا مني لأنه صبقوا قيلة إنه أنا معلم من الرجال والرجولة صفات ومن الامرأة والأنصة صفات شو صفات المرأة اليوم؟ الحنية المرأة هي أم يعني المرأة لازم تكون حدا مقدس لأنه هيدا المرأة عندها رسالة رسالتها أول شي إنها تكون أم إنها تحضن إنها تحب وللأسف إنه المرأة بهيدا المجتمع اللي نحنا فيها عم تنجرح تنجرح بكرامتها بقلب بيتها تنجرح بالعمق اللي هو آآ الأزية اللي عم بيأزوها إياها الصورة المشوهة اللي عم بيعطوها عن المرأة لأنه نحن عايشين بمجتمع ذكوري وأنا للأسف بتأسف إنه تقبلوني العالم لأني بنت عم بعمل صبي بس لأني صبي عم بعمل بنت هيدا شي كتير غلط بس لأنه الزكور بالنسبة لإلهم فاد زكر معهم زيدهم زيدهم بينبسطوا بينبسطوا بس إذا الرجل عم بيعمل إمرأة مع احترامة للبعض عم بتشوه الصورة لأ لأنه هو مش عاطي أصلا أنت مع خلينا نسأل هيدا سوري يعني أنا هيدا مع المثلية الجنسية أنا مع الحرية الشخصية كيف خبرنا كيف يعني أول شي قلت لي لا أنا ضدهم شرح لي أكثر ضدهم إلى حد ما أنا ما عندي مشكلة إنه الإنسان يكون عنده ميول بس ميولك عيشه بين أربع حطا ميولك ما تظهروا لبرا إذا أنت مقتنع بميولك خليك ببيتك الميول كيف تخلق مشي من جوه كلنا خلقانين نصر الجيل يعني كلنا بيولوجيك ما برلان نحنا عنا كل واحد مننا عنده تندانس يا من نمية ميول يا من نمية يا من نمية أنا هوني بلوم الأهل لأنه المرة الأم اللي هي أسمى إنسان ربنا عطيها صفة كتير حلوة إذا بس تشوف ابنك عم يلبس كربينة ويحط حمرة ويلبس فستان بتزقفيله الأم بتزقف لأبنها زهي؟ في كتير عالم هاي للأسف ويجوا يقولولي لا في كتير ولاد من هو وصغير وأنا سائل حدا ماما كانت تشوفني لابس فستان تبصت فيه بطفولت عن أصدق ايه اكيد هيدا شي كتير غلط لأ حبيبتي أنت أم جيبي هالصبي وليله أنت صبي ما لازم تلبس فستان مش من هو وصغير الولد شو صار معك شي بيشبهه أبدا أنا حياتي كتير نورمال أنا لا أمثل ولا أتمثل بهيد الكميونيتي اللي موجودة بيحترمون بس ما بيمثلوني ولا أنا بمثلون سو أنت ضد ولا مع أنت مع الحرية أنا مع الحرية بس ما فيك تجي أنت تستعمل السوشيال ميديا زريعة لتطلع بميولك تستفز العالم وتجبرون أنه أنت حدا صح أنت طالما أنت عارف حالك صح خليك ببيتك والعالم مألة فيك أنت جنسيا ما عندك ميولا تجاه البنات ولا تجاه الرجال لا أنا أيسك شو كيف يعني؟ يعني أنا ما عندي أهواء جنسية اليوم أنت من بعد ما صار عندك دقان وصرت نادي ما عندك علاقات أبداً ولا بهمني الموضوع مش رح قللك من بينعجب فيك رح قللك أنت مين بيشدك؟ بنت ولا شاب؟ لك أبقى لإنجزاب هو للشخص يا بتنجزبي لشخص بالمحتوى الي عنده إيه بثقافته بحضوره بكلامه بنظرته للأشياء هيدا الإنسان اللي بيجذبني أنا أفرقيت عندي كشخص كشخص أنا ما بهمني إذا بتجذبني مرأة أنا بالأخير ما فيني يكون مع مرأة ولا رح أجي أدحك ع حالي رح أجي أدحك ع العالم أوكي أنا مني عايش ليكون عندي علاقة مع مرأة أنا عايش ليكون عندي علاقة مع حالي أنا بدي حب حالي إذا أنا ما بعرف حب حالي ولا رح أعرف حب مرأة ولا رح أعرف حب رجال ولا رح أعرف حب حيوان ولا رح أعرف حب حتى هيدا الطاولة اللي قدامي ما بتفكر بالزواج؟ أبداً أنا بفكر بالزواج هو مؤسسة فاشلة لأنه الزواج إذا ما كان الرجال والمرأة ماشيين على نفس الخط منوصل لمحل يا المرأة ما بتسوى يا الرجال بدو يقصير يا المرأة بتظهر عجوزة يا الرجال بدو يظهر عمرته ومنوصل للشواز هيدا هو الشواز وما بتعرف ولا علاقة ناجحة علاقة زوجية ناجحة قلال جدا قلال لادريا لأنه في احترام بس يكون في احترام بالعلاقة شو ما كانت نحن ربنا خلقنا لنكمل شي حلو أنا يمكن رسالتي ماكونوا لأم ولبي أنا رسالتي بهيد الحياة يمكن لساعد العالم اللي عندون مشاكل أنا بحب ساعد لأنه أنا تعذبت وما لقيت حدا ليساعدني خبرنا عن عذابك اللي كانت حاسس حالك فيه لحالك عذابه أول شي بأي فترة كان أكتر شي لك بالأول النضوج بس تقدري تعرفي لأنه أنت وصغيرة أنا وصغيرة كتلعب بال بال بيكان يعني مثلا مش باربي كان لو أوكي يمكن قطعت عنه بس مام كانت قللي لأ هاي باربي انت لازم تلعب بالباربي هي كانت تقلك لازم تلعب كانت تقليك وقتها أوكي فأ لازم لازم وشو كمان كانت اشيات تضوينيك عليك كابنت لأنه مثلاً نضلها تجيب لي فساطين، تعمل لي دونات، تنبسط أنه عندها بني تلبسني مثله، تقوي لي شخصيتي، كذا هيك حرم. يعني أمي… أنت ما بتعرف بيا؟ لا، أنا بيا وأمي جاوزوا أربعة شهور، والوالد قتل بالحرب. فمام أخذت القرار أنه هيدا صليبة بالحياة. ما يعني صليبة بالحياة؟ يعني ربنا سلام على اسمه انصلب كرمالنا، فهيدا الصليبة اللي ربنا أعطيها إياها، إنه هيدا الولد أو هيدا البنت هيدا هدية من عندي، فحافظي عليها، الباقي راح. بس صليبة بتاعني وجع، بتاعني تحمل، بتاعني هم، وإمي كانت تقذى، كانت ما اعتبرتك صليبة، 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 من أول ما خلقت عارفة إنه بدأت تتحملك فوريفر مجبورة، مش قالت هدية، لا، أكيد هدية، لا، لكن وقت صرت نادي، صرت هدية، صرت عندها هدية، أمك مبسطت إنك صرت نادي، مبسطت لسببان، لسبب مرة سألتها تعمل لي مرة، ولفتني هيدا الشيء واقف ظاهر أنا، قالت لي، الله يوفقك بعمرك، كانت تقلي إياهن، بس مش، في أحساس بحال الله الإنسان بيوصل له الأحساس، ما فيني يقول إنه أنا أمل ما كانت تحبها لنايلة، أمل كانت موت بنايلة، لأنه ربتها، فجيت لعندي، قلت لي مام، عم تدعيلي بطريقة، هيا أول مرة بسمعك عم تدعيلي، قلت لي بتعرف لي، قلت لي لأنه هلأ حسيت إنه عندي ولد، عندي حداً أقدر أتكالي، كانت كل حياتها نيلة متكية عامة، وما كانت تعرف شو هو السبب، فوقتها صرت نادي، يعني مثلاً، مام كانت تقلي ما تروحي لهنيك، نكيب أمي روح، كنت تعذبها لأمك، كتير، حرام، كانت نيلة متكية عامة، أكيد، لأنه ما عندنا حداً تاني تتكالي، بس عادةً الأهل، هن مسؤولين عن أولادهم، أكيد، المسؤولية شي، وإنك تتربى شي، وإنك تكون عم تلعب الدوران شي تاني، سو عم تاخد دور أمك، وبيك كانت، والحمل كتير تقيل عليك، بس والله كانت أدى وقدود، وقت اللي أنت صرت نادي، ارتاحت، أنه صار في مين يدافع عنا، صار في مين؟ صار في مين يدافع عن نفسه، لأنه هي كانت تخاف، أكيد، هل قدرت هي حيات، هل قدرت هي حيات واللي صرت الرجال، كانت تتمنى تقول لي، ريتك صبي؟ لا، ولا مرة، ولا مرة، ولا مرة، كانت تشكي من أنه ما في حدا حدا، أنا ضعيفة، أنا تعباني، أبداً، مرة جبيرة إلى أقصد درجات، عم بحكي عن حداً، خسرته من عشرة شهر يعني وقتها وقتها توفيت أمي قلت بيني وبين حالي بندم بديك كنت تسأليني إذا بندم بندم إنه ما أخدت القرار من زمان لأنه الخمسة سنين اللي عشتم مع أمي كانوا أحلى خمسة سنين كنت بتمنى إنه هيدول الخمسة سنين يكونوا 15 و 20 لأنه كسرتلي ظهري وقستني بنفس الوقت وخلتني أعرف شو القيمة إنه كل إنسان عنده أم أو بي يسمع منن ويضل تحت جنحن لأنه إذا خسرناهن نخسر كل شيء له له علاقة بال بال كيف دقليك بال بالسند نخسر الأمان نخسر السند نخسر منصير منحس إنه ما في فرق بين الشتة والصاف منظلنا مسق عين لأنه ما في هيدا الدفا بالبيت يعني أنا بس فوت على البيت بابا أحس إنه في دفا عائلة يعني أنا مظبوط ما عندي خي ولا عندي باي ولا عندي أخد بس أمي كانت أمي وبي واختي وخي ورفيقتي يعني هلأ صرت شوفهم هلأ قبل ما كنت شوفهم كنت شوفها عدوتي أنا إذا هي سمعتني من فوق بإله سوري لأنه هي ما طلعت عدودي طلعوا كل اللي حوالي هن العدوين وأنا ما سمعت منها أمك شو كان بيتها قبل بيتها ترتاح لأنه وقتها بنتها بتقلها روحي شمال بتجي يمين وقتها بنتها تعذبها تكذب عليها تخبي عليها لأنه أمي كانت مرة عندها كاركتير قوي أوكي ونيلة كاركتيرها ضعيف فما كانوا يتناشوا مع بعضهم يا القوة بدأ تربح يا الضعف بدأ يربح وكانت القوة دايماً تربح وما كنت شايف إنه هي بدييني هلأد يكون حداً قوي هي ما بدييني تكون قوي؟ ما كنت شايف إنه هي بدييني تكون قوي يعني بس أنت تكوني مانيك متصالحة مع حالي بتشوف الكل عدوينك خلينا أسألك أكتر هي كانت تزعل عليها لنيلة لأنها ضعيفة؟ حرام أخدتني عند كذا بسيكياتر وبسيكولوج تتعرف ليه هالولد اللي عندها إياه؟ على قد يعم يتخبط يعني لدرجة أمي مرة وياريت عن جد قالتلي مرة قالتلي إذا أنت أنت بتحب البنات روح يشوفي مرة وعيشي معها أوكي هيدا إمتى قلتها؟ وقت كان عمرشي 17-18 وقت شافت هالضياع اللي صاير هي كانت التورني بوينت لما سألتك أمك هيدا السؤال؟ قبل ما كنت مفكر بالموضوع ولا كنت مفكر قبل؟ كنت مفكر كنت مفكر أنه ليه أنا ما بنجذب ولا شاب ولا بنت في عالم 16 سنة في عالم هلا بدني يقوله أنه يعني تين ايجر هي البنت الصبية بأي عمر بتكتشف حالها أو الشاب بأي عمر بيكتشف حاله أو ميوله أو وهو واتذب لا سؤالي إلك أي قبلة تانية لأنه هيدا تلائن كتير من لا لا أنا من زمان وجاية حرام ما أنا مع حدا إله بالجميل بالقرار اللي أخدته أنا سيد قراري ولا أمي ضغطت علي أكيد ولا فلان ضغط كانوا سببورت لإلي أمي جربت تكون سببورت دي وقت من الأوقات لتشوف إذا أنا عندي خلل كل الحكمة يقولوا له يقولوا لا ما عنده خلل خديه مرة عملت ضرب بالحكمة أخدتني على المستشفى سمعتها عم بيقول عم بتقلها لرفيقتها لدي أخده على المستشفى عادت بالأرض الكلينيك أول ما فتت عملت لهم أنسي فون 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 فوتوني على التامين على عند المجنين أنت أصدن عملتني أصدن لأنه أنا ما بني شيء أنتوا ليه ما عم تفهموا عليا هيني كتير الكاة طبعي أنا بنت بنت بس من جوا شاب فسروا لي إياها لأنه هن العالم بيفكروا أنه والله تحول أنه هي كتير هيني لا منا هيني منا هيني والله العظيم منا هيني فيها تخبط جواني وفيها كسرة جوانية وفيها بيتتطلع بالمراية بديك تشوف إنسان عم بيتغير يعني كأنه أنت عم بتعيشي عمر الـ 3 سنين والـ 6 سنين والـ 10 سنين والـ 15 سنة والـ 18 سنة والـ 25 والـ 30 والـ 40 بك تعيشيهم بشهور حياتك كله عذاب أكيد قبل وبعد هلا لا بطل في عذاب أبدا الحمدلله هيده قوة هيده قوة ربنا بس ما في حيات بلا عذاب ما في حيات نحنا منجيب العذاب نحنا لنفسنا منجيب العذاب نحنا زي ما نقعد ببيتنا نحكي عفلان ونحكي ععلتان ونحكم عهيده ونجادل عهيده ونكذب عهيده ونتمسخر عهيده ما نحنا اللي عم نجيب قعد ببيتك ما تحكي عهدا اللي بيسأل عنك أهلا وسهلا اللي ما بيسأل عنك ما ضروري نايله شو كانت مخاوفة كلنا عنا مخاوف نايله كان عندها مخاوف مخاوف ضلّ لحاله الوحدة اي الوحدة انا اجمل شي عندي بالحياة اني سكر ببيتي واقعد الحال اليوم هلا قدي منصالح مع حالي عنجاد بتمنى كل انسان عنده مشكلة ما يرجع لنفسه لانه ما حدا ولا الصديق ولا الخي ولا البي ولا الام ولا الحكيم ولا حدا حيفهم عليك قديك انت ما حدا لو ميم ما بدي جي بوجة قال الحكيم لامة بتمنى عليك انك تاخديها لانه نحنا يعني بتحكمنا لقلبه هالقدة كان عندي زكا لاحقا بس سؤال لأخذتك امك عند الحكيم ما نتا كان في شي سمتمس في 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 بيرتورباسيون في بيرتورباسيون بالعكس جوز خالتك كان موجود دايماً وكنت عيط له بابي وقالله يواجه له الخال أوكي لأنه ما خلاني أمي ما خلتني حس إنه في فقدان للبي وجوز خالتي عبا أكيد ما حداً بيعبي محل البي بس بوقت ما كانوا لازم أهل بي هن اللي يكونوا صورة عن بي أرروا إنه لي عادوا أمي لأنه ما قبل التعاط تتخلى عني لألون كانوا بدون يجقلك أوكي هاي أول مرة بقولها وأنا مسؤول عن كلام حاربت أمك لحتى تكون معا يعني أنا عائلتي بس هي أمي جوز خالتي خالتي بنت خالتي أمي خالتي وبنت عمي وحدة وابن عم واحد أنت وظهار أنت لما ربيت كانت عندك بس هو للعائلة بوقت اللي كانت نايلة عندها كتير إشوز عندها مشاكل عندها صدمات كانت تعمل مشاكل مع كل الناس حسب معبت أبو علي ما تخانقت مع خالتك وجوز خالتك بالعكس كانوا هن الأقراض كان هو اللي واقف حد أمك بوقتها يعني خالتك وجوز خالتك هن اللي واقفين حد أمك أكيد بكل هالصعوبات ربيت مع مين أمك كيف كان وقت شغله أمي كانت تشتغل من عبكرة مع الظهر كنت أجي من المدرسة يقولوا لها أنه ما بده ياكل ما بده تاكل أدلني على طاولة المطبخ لخليص الصحن ممنوع أمم وأعتقد أنه هي شوي سئلة واحد يقولها بس أنه كنت أغلب الأوقات مع الفلبينية بس أمي عم بتربي كيف يعني؟ يعني أمي حطة البيز أوكي وأنا مشيت فيهم والفلبينية عم ترقب البيز طبع أمك أكيد وأنا بتشكر تربية أمي أم ربيت بدموع عيونها لحالها وكانت قضوة ياريت الله يخلي كل الأميات بس ياريت في حدا نبيش بها حاطة محبس بيك أي من إمتى؟ أنا هو صغير 18 19 صغير لأنه أنا اليوم قديش عمرك؟ 3 و40 اليوم 43 من عمر 18 حاطة محبس بيك ما بتتذكر بيك؟ بتشوف صور ماكسموم بسمع عني تسمع خبريات إنه كان بطل شو الخبريات اللي بتسمع عني؟ إنه كان نمر أوكي وكان كان كان رجال شناك هلأ دايماً بس تطلعوا فيه كانت تحبوا بيك أمك كتير؟ كانت تحبوا لبيك؟ أمي تجوزت خطيفة أوكي قصة حبك؟ بيك كان أصغر منا بيك كان عمره 33 ومام كان عمره 39 وما رجعت تجوزت؟ لا لأنه رفضت إنه تتجوز يجي رجال يميزني لإله بينه وبين ولاده حطتك أنت أولوي بيكفر الرجال لما أنت بيكفر الرجال اللي أنت بنتا اللي اللي بدا إياها تكون نحن مشكلتنا بالأكسبكتيشنز باي the way نحن مشكلتنا بالتوقعت الأهل الأهل بيتوقعوا من ولادهم شي وبالتكون الحقيقة شي سو كانت مشاكل لكم إنه أمك متوقعة من نايلة تكون البنت اللي هي بتحبها بس ريالتي الحقيقة شي تاني هاي كانت مشاكل لكم لما أنت حطيت المحبس كنت عم تريحها لأمك شو عم تعمل؟ كانت ضد هي؟ أكيد كانت ضد إنك تلبس المحبس؟ وهذا المحبس بالجرور مش إنك أنت تلبسه ما كانت بدايك تلبس المحبس؟ وإنت شو كنت تحس فقط لتلبسه؟ سيكيور ما بعلي إنه هي ممكن كانت ترند بالأول ما بعلي فعلق صار إله معنا أكتر العقل بس تصيري متشهور أكتر تفهمي قصصه مبادئ أكتر بتصيري تتعلق بي يعني أنا مثلا هيدا المحبس وبورتمونيتو يعني المحفظة وقت ماتت مام أنا ما كنت قبل هالقدة كتير دقيق بهول القصص وقت ماتت أمي لقيت محفظة باية فيها خمسة عشر ليرة وورقة مكتوبة بخط الإيد وين تقوص أوكي فخليتون وصرت حملة ما خليهم معك عادة البنت بتكون رجيئة أمه وحبيبة قلب بيه سو بتتعلم القنوسة من أمه أنت ما كان عندك باي كان عندك أم يعني قد يكن لازم كون بتعلم القنوسة بس أنت كنزعلين من أمك عادةً لولاد إمت بيزعع له أهلون؟ أنا بلوم إما إذا بدك إنه إنه أخدتيني عندك كما نفسيين ليه ما حدا نشخص هالشي كحالة منا مرضية كحالة إذا بدك ميديكل أكتر إنه ليه أنتو ضليتكون مثل كتير عالم جربوا إنه بدون نيلة تضلى نيلة لسورتون هني ما تتزعزع ليه يا حبيبة؟ ما أنت إذا رفضت نيلة يعني ما بتحبها من الأساس لنيلة يعني أنتك نداعس عنيلة بس ما بأنه نيلة ممشيتك وإخدتك وجيبتك ومتعميتك نيلة كانت هيك؟ كانت هيك يعني كانت أخت الجيل؟ أكيد أه أوكي إنه أنا أو لا أحد لا بس ما هيدا طبيعي الناس هيك لا بس هل هبلة؟ بتعتبرها هبلة كانت؟ أكيد القلب الطيب الكتير هو مما كان نيلة أو غير نيلة أنا مثلا قلبي مش طيب مشناك أنا ببرفض رفضاً قاطعاً إنه اتذكر شي من الماضي لأنه الماضي كان جارح هربان منه؟ لا ما بهرب منه هربان من الماضي؟ أبداً ما بتعتبر حالك خلقت من أول وجديد؟ خلقت من أول وجديد بيجوا بيخبروني عن قبل بقولون إيه قبل كنت أمبسط إنه إيه أنت فلانة إيه أنا فلانة هلأ ما لا بدي أمبسط أنا عم بعمل هيدا شي لإلي هيدا اللي أنا بس شوف متحول بالنهار الطبيعي بيكون رجل وبيشغله يلطيف وهايبته وكذا وبأخر اللي اللي بيلبو سباريك وبيحط حمرة وبيعمل مرة هيدا غلط ها أكيد غلط مليار بالمية غلط بس عادة وقت اللي أنت ما بتعتبر حالك غلط إذا أنا غلط أوكي وحرام أوكي والدين واللي بديكي طيب وين في مكتوب بالقرآن أو بالإنجيل الزلم اللي بيكب بيه أو أمه بمقوى عجزة هيدا حلال هيدا حلال أكيد حرام إذا رجال بيضرب مرته وبيتباهى إنه بيضربها هيدا حلال طيب أنا عم برجع حللوا أربعة وإن عدلتهم فواحدة منهم بسط إنه نحنا رجال نحنا بنتعدد الزوجات أوكي نحنا رجال رجال نحنا ذكور ذات السؤال إنت اليوم بتعتبر حالك صح أو غلط؟ صح أوكي بس لما عطيتك هيدا السؤال دغري عطيتني إجزامبل عن اللي بيضرب مرته وعن اللي بيعمل قصص أكيد وهني غلط العالم كلنا عايشين شيك تعتبر أصح الغلط؟ مين أنا؟ أه؟ أنا مني غلط مش غلط لا لأنه مرض لأنه مرض عم بحكي عن أنا عم بحكي من وجهة نظر الناس ما هيدا هي أنا عم جاوب العالم عم نحكي عن شي جديد وأنا عبالي أفهم أكتر كم أنا وش يجريد هو شي من زمان أوكي بس نحنا هلأ صارت الترند إيه؟ العالم اللي عم تعملوها ترند آآ سوري سوري مع احترامي لألكون آآ يعني بدكن خبيط يعني أنا في عالم بيحكوني بيقولولي أنا مثلك خي كيف مثلي؟ عنده علاقة مع مرأة وعنده البيريد طبيعية وما عنده سامتومز إنه هي رجال وجسمها مرأة وتكوينها مرأة ودخليطها مرأة وبدت تعمل رجال هيدا مرض صار مش يعني إذا نادي إذا حدا إجا سألك هيك سؤال إذا هيك مرأة إجت سألتك أنا أفكر أول شو بتقله؟ أبدا إذا ما عنده ليش؟ حبيبي إذا أنت من الأساس عندك ميول ولأنه مجتمعنا رافض الميول لأنه شزوز لأنه العالم عم بتعطيهم هالفكرة يا حاو أنا متحول في عالم بتحبني في عالم ما بتحبني بس ما بيستفز العالم متلي متل غيري أنا عايش على حياتي الطبيعية بروح وبشرب وبتسلى وبمبسط وبحكي مع العالم بفتح مواضيع مش بيجي بقل له هني عيق لشو؟ ما عندك حاجات جنسية قلنا اليوم عن نادي وقت لي كانت نايلة كمان ما كانت عندها بس بدي إليك شغلة لا بريز عن جد أنا إذا طلعت معك أو مع غير ناس لوصي الفكرة إنه يا جماعة المتحول منو شاز الشزوز هو العالم اللي عم تفرض ع العالم إنه تتقبلن متل ما هني بالطريقة الغلط أنا فيه كون عندي ميول ووصي الميولي بطريقة محترمة والعالم ما تبزق علي وفيني فرج العالم تحولي بطريقة مرتبة مش مبتزلة يا هني قرارهم إنه يتقبلوني أو لا بس أنا ضمنيا إذا أنا بدي كنت صبي بدي أعمل بنت أو بنت بدي أعمل صبي أو شاب بحب شاب أو بنت بحب بنت أنا طالما أنا مقتنع باللي أنا فيه ما فيه زوم لوص أو شوه صورة الأشخاص اللي عم بيتعذبوا بتحويلهم واللي عم بيتعذبوا ميولهم لأنه أنا حابب أمشي بـ لملزاتي أنت عم تحس مش أنا عم بحكي عنهم فا بليز يا جماعة اللي عندكم ميول وعيشوا ميولكن من دوم ما تستفزوا العالم والمتحول اللي حابب يستفز العالم ما يتحول لأنه تحول باب إذا ما عرفت تسكتره على حالك ما حتعرف تطلع منه يعني بالسر أوكي؟ بلا ما يقذوا حدا؟ مش بالسر شو؟ طبعا كلنا عنا أسرار كلنا عايشين كذبة إن كنت أنا متحول عايش كذبة وإن كنت أنت طبيعية عايش كذبة والعالم اللي عم تحضرنا عايش كذبة شو يعني كذبة؟ شو يعني عايشين كذبة؟ لأنه ما حدا راضي بحاله مشين هيك بيقعدوا بينتقدوا ليش عم تحكم إنه الناس مش راضين عن حال؟ لأنه ما حدا كامل مين خبرك إنه ما حدا راضي عن حاله؟ في كتير عالم ربنا السلام عا اسمه إجا خلص العالم محط محامين عالأرض اللي يدافعوا عن كرامته وكرامة شو بقولوا الحلال والحرام الحرام أنا بالنسبة لإليه الرجال اللي بيصاحب عمرته الرجال اللي بيضرب مرته الرجال اللي بيطلع بمرأة بس لأنه تهوي جنسياً هيدا منه رجال فوعوع حالكن إذا أنا غلط أنا قبلين إنه كون غلط مما كون متلكون حاطيت ماسك وماشي عم كذب على العالم أوه حالي أنا بتشرف إنه صرت نادي واللي عنده مشكلة يضله ضله مشكلته ومعه مش معي لأنه أنا دايما بيقولولي ما أنت متحول مني متحول أنا مضطرب بالهوية الجندلية أنا مريض لا مش مريض لا مني مريض المرض هو هيدا اللي عم بيقولك عنه من شوية المرض اللي بس بس الهوس اللي مش طبيعي يعني نحنا خلقنا مريا ورجال طيب وهي الطبيعة هيدا الطبيعة هيدا الطبيعة بس إذا ربنا خلقيك أنت لا تسكت شعرتهم من رأسكم إلا بعلمي ربنا هو اللي راسم طريق كل إنسان ربنا عوقات نحنا سوري بس بدي قليك شغلي إذا ربنا بيشوف لقليك السوق وبي بيلهيك بشي تاني لما توصل لشي أكبر وأعظم وأخطر ويأذي العالم مريضة أنا مني مريض هني المريضة مش عم بقول العالم فاكس هو المرض؟ أكيدة لأنه أنا إذا بدي كون عندي شركة وبتجي مرة حلوة لعندي إيه بشغلك بس إنه شو فيه بالمقابي؟ ليه حبيبي؟ ليه؟ أنت مين عطيك الصلاحية كرجل؟ إنك تلعب بمشاعر المرة لتعطيها وتعطيك؟ كل الوقت بحال الدفاع أكيد لأنه ليه؟ ليه؟ ليه بدي كون بحال الدفاع بس معنا ما هي جمتك؟ لأ مش أنت عم بحكي عنك ليه؟ 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 لأنه دايما لأ أنا عم تقولي لي أنت عم بتلوم أنا مش عم بلومهم كلهم بس أنا مثلا وقت عدت مع شاخ وخبرته قصتي استوعب وقت عدت مع أخولي وفسرت له قصتي استوعب فيه ناس بيحكونا على أساس أنه أنا مثلك بقعد بيحكي معهم بيحكي معهم والأخي بقل له سوري ما خرجك تتحولي؟ من؟ يعني عندك ميول خليك بميولك ليش؟ لأ صعب؟ أكيد صعب بس قلت ليه ما عم تقطع بالصعوبات؟ لأنه أنا محضر يعني أنا إن كان جسمي وإن كان عقلي وإن كان طريقة عيشة يعني أنا عايش كل حياتي شابك عامل حياتك عامل حياتي بشكل مرة صراحة عادة الإنسان أكيد بده يستغرب وقت اللي بيتعرف على قصتك أكيد أوكي؟ سو اللي يتقبلوك الناس أنت بتكون عم تتصرف بطريقة أنه ترضي اللي حوالك أنا راضي الناس أو مبعد عن الناس مبعد عن الناس أنت مبعد عن الناس أكيد وهيك مريح حالك إنه ما فيه انتقادات بس اللي حواليك اللي هن بيقبلوك؟ لكي بدقليك شغلة إذا كنت طبيعية أو مش طبيعية العالم بده تنتقد العالم ما عنده شغلة بالحياة تتعبره بده تنتقد العالم عايش على الامتقاد سو ما بتنصح حدا إنه ما بنصح إذا ما كان الكاميديكال إذا ما عنده مشكلة كروموزوم أو أرمون وممكن أوقات إذا كان الأرمون عالي ممكن يصير فيه علاج بالأرمون بس أنا بالكاة طبعي كان خلص قطعت يعني أنا مثلاً البيريد أوقات منتظمة أوقات كل ستة شهر يعني هون خلل كروموزومة منه أرموني ليش كانت تقول أنت وصغير ما بدي كون بنت ما بدي كون بنت؟ لأنه أنا من شي من جوا عم بيقلي أنا صبت بس ليش شو كان يصير معك لحظة؟ عم قللك عن ستوريز شو كان يصير معك؟ لتقول أنا ما بدت كون بنت؟ مش أنا كنت تكره هيني ما بتطلع بالمراية كنت؟ كنت تكره تطلع بالمراية؟ أكيد أنا مش حقيقة كنت تكره حالك ولا كنت تكره شكلك؟ شكلي تصرفاتك ولا شكلك؟ شكلي كرمال بتكره شكلك؟ كانت تتصرف بطريقة مش عاش بحدا معملك شرمي مش مش معناتها أنه أنت عندك صدمات طفولة أنه أنت ربيت بلا باي وإمك مش موجودة وربيان أكتر الوقت مع الفلبينيات بطلت موجودة بتوفت هلأ بس طفولة كانت عم تشتغل كل الوقت حطت المبادئ إذا بدك واستلموك البنات كان في خالتك وجوز خالتك مسؤولين عنك سوك عندك نقص بطلت الولاد عادة بياخدوا من أهلهم من الأم والبي أمان وحب طيب إذا الأمان والحب كانوا موجودين بشخص واحد كنت عم تاخدهم؟ أكيد كيف كانت تعطيك الأمان أمك بوقتها؟ يعني أنا إذا هلأ واقف على إجرائي بسبب أمي بسبب تربيتها الصح وبسبب أنها عبت فراغ البي وما خلتني أحس أنه نحن أنا بحاجة أنه مش بحاجة ما عندي صورة بي موجودة لأنه دائما كنت حكيني عن بي وكيف عملت صورة الرجل؟ هو جوز خالتك وانلي كان الرجل لا ما هيدا هي ولا الرجل اللي بتحب تكون اللي يكون بحياتك؟ لا لا كم؟ لا إذا بحب أنه يكون هيدا الرجال بحياتي يعني أنا عندي أتراكشن أو إنجزاب للرجل أوكي أنا ما عندي أتراكشن ولا إنجزاب للرجل لأنه يور ساتسفايد بلا رجل كل حياتك؟ لأنه إذا موضوع الجنس ما بيستهويني وين بدي روح؟ سأسألك كم سؤال أنا كاميرا أوكي أنت كرجل سو بس خليني أعرف شل إشي اللي تغيري المرة معروفة إنه بتتعب من المسئولية الرجال بيتعب بلا مسئولية اليوم نادي مين؟ لا رجل حاب المسئولية أنت بتحب تتحمل المسئولية أحبها المسئولية أكيد عادة الرجل هو الحامي والبروفايدر اللي هو اللي بيقدم مادياً حماية مادية وحماية أمنية كل هالحمايات عادة هيدا الرجل رجل هو بيعمل المادة؟ المرة الحب الحنية والحضن كل حدا قلو دور اليوم مين أنت؟ رجل وأكثر أنا اليوم لما بدي إنعجب بحدا بدي يكون رجال لما بعرف إنه نادي كان نايلة ما بق في عندي هاي الإعجاب إذا بدك بالرجل قديش عم ينعجبوا فيك البنات؟ مش كلتهم عم ينعجبوا فيك البنات وبيحترام وبيعرفوا قصة أنت العلاقة بالنسبة لقلك صداقة؟ يعني ما في حاجة جنسية بدك حدا يتقبلك تتحكم مع بعضكم هايدي العلاقة بالنسبة لقلك ولا ما بتحب أصلا تكون بعلاقة؟ العلاقة هي علاقة الأشخاص ببعضها أنا ما بشوف ولا رجال ولا مرة بالعلاقات أنا بشوف الشخص إذا أنا بتماشى مع هيدا الشخص أو لا شو حلمك اليوم؟ أني يكون لساعد الولاد والعالم اللي عندن هيدا الوجع لأنه هيدا وجع هيدا منه مرض هيدا وجع لخليوني يشوفوا الصح من الغلط لأنه مش مظبوط إنه نحنا نعلم ابننا أو بنتنا إنه على على هيدا القط بالشيء أو الهي هيدا كتير غلط بالعكس أنا بساند أنا مش بس العالم اللي عندن ميول أو العالم اللي حبين يتحولوا أنا بحب ساعد ما بحب شوف حدا مظلوم شو ما كان؟ لايف كوتش يس وبدك توقف حد ضعيف لأويل لأنه أنا كنت ضعيف وقويت يعني بنتظر جيل إذا أنت رح تكون لايف كوتش بس أكيدة بس تما يفهموني غلط بمشي معن مش بنصح مش بشجعن على التحول اللي ما خرج لمنه مكتمل إنه يتحول ما يتحول بس إذا نحنا منخلق لأنه العالم بدا تقول هلا أو البي أو الإمات إنه كيف أنا لايف كوتش بده يساعد ابني وهو متحول أنا إذا بدي يكون لايف كوتش لابنه أو بنته أو أخته أو خيه خليهم يشوفوا الصح إذا ما عندهم ميول يعني ما عندهم ميول بس بتمنى إنه الأهل ما يخوفوا أولادهم بالميول اللي عندهم إياه يقدوا يحكوا معهم بس إنت قالت نحنا منخلق عنا نصنا طاقة أنسوية ونصنا طاقة ذكورية وش اللي بتتغذى أكتر وقلت إنه الأهل عليهم حق لأنه بتلبس ابنه فستان أو كعب أو بتخليه حط حمراء عم تنمى في هاي دي الطاقة الأنسوية اليوم ش بتقول للأهل حضلوا ابنكن أو ابنكن أمي قالتها مرة لأنه إنتوا راحلين ونحنا باقين أمك كان بدا تكون هي مرتاحة ولا بدايك تكون أنت مرتاحة أنا مش أناك أنا بنصح كل أهل عن جد يحبوا قدهم ويجربوا يقربوا وجوهات النظر حتى لو الأهل ممكن يكون عنا أهل مختلفين لأنه في جيل قديم وجيل جديد بس الجيل القديم وجيل جديد أوقات بيوصل على محل بيتفقوا بس يكون فيه كومينيكيشن ما بحياتكم تستعملوا الضرب أو الإهانة أو تكبوا ابنكن أو بندكن لأن تكونوا عم تأذون أكتر مهنين عم تأذونكم أكيد أكيد ما في بيت ما فيو سبب وما في أهل ما فيون سبب ما في طلاء بلا السبب آخر سؤال بعرف أن أتنحكينا اليوم كتير بس عن جد عندي عم قال لك مليين الأسئلة قد ما تعملي ساعة أو ساعتين ثلاثة وأربعة وخمسة ما حد أخلصي بعد بتعرف حدا عمل كانسر؟ وصح منه؟ بتعرف إنه الكانسر هو مرض من حاربه؟ أكيد عشته عشته؟ انت صار مع الكانسر؟ كل شي بيكرهوا الكانسر كنت أعمله؟ أمتى صار عندك الكانسر؟ وين؟ بوقت كنت بعضني بنت بالصدر بالصدرك صار مع الكانسر؟ يس بأي عمر؟ آآ خمسة وعشرين وتحديته مثل ما فينا نتحدى شي اسمه كانسر فينا نتحدى مجتمع بأصول حلوة لنفرجة صورة حلوة اليوم تحديت المرض واليوم عندك مش مرض انه انت خلقان بجسم بنت وانت رجل هيدا ما معتبرته مرض أنا لو ما كانت مقابلة ما بقلك إياها ما بحكي عنها الماضي ماضي والحاضر حاضر تانكيو 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 انك خبرتنا كتير اشياء بس الفكرة انه اليوم انت حسب معرفة انه عندك الرحم وبدك اوهبو توهبو لا لا حدا ما بقدر جيو الولاد لأنه أنا رسالتي مش اني يكون ام رسالتي اني احتضن عالم بحاجة لمساعدة اذا شي يوم؟ مثل الممرد او الممرضة اللي بس يدرسوا تمريد عندهم رسالة ورسالة كتير ثانية مثل الام اللي عندها رسالة فأنا عندي رسالة وتمنى انه العالم يبطل عندهم عقد العالم تبطل تحكي عبعضها العالم تكون متساوية بكل شي لأنه مثل ما فيه غلط فيه صح بس نحنا منحول الغلط لصح بس إذا نحنا ضلينا نحكي بالصح بالصح وبالنظريات ونحنا غلط ما فيه صح مشترك انت برأيك لا الايام شو؟ مبادئ المبادئ شو؟ صح ولا غلط؟ يعني فيه شي صح بس المشكلة انه نحنا ماسكين المبادئ والايام من اخرها اليوم انت عندك مبادئ وايام اكيد شكرا لصدقك لصراحتك لقوتك انه انت قادر تحكي كل شي عم بيصير معاك بشفافية ما كل الناس عندهم هالجرأة شو بتح بتخبرنا اخر شي؟ شو بتح بتخبرنا اخر شي؟ انا بس بتمنى من العالم الي ما بتتقبلني ما في لزوم بتجرحوا بالشخصة ما تقبلتوني انا بعدني محلي ونتقبلتوني انا بقلكون تانكيو لانه انتو شايفين الكيس طبعي انسانية اكتر ما انو شو زوز شي يوم ممكن يظهر الرجل على الحصان الابيض وتنعجب فيه نايلة فروم نووير وتحب انو يكون عنده ولد منو ما فيني ارجع لورا انا نادي ليش؟ خلص لانو اخذ قرارك؟ اكيد وقرار حاسن بس انت مجربت ولا بدي اجرب ما بهمني سوف قرارك انت اخذته يمكن يكون صح يمكن يكون غلط ما في يمكن تتاخذي قرار يعني صح مش ضروري بلا ولا مرة اخذت قرار غلط بحياتك؟ بس تكوني صغيري ايه بس بس تتاخذي قرار على عمر كبير لا الكبار ما بيغلطوا؟ لا الأهل ما بيغلطوا؟ لا غلطة عن غلطة بتفرق اي قرار مناخده نحنا مسؤولين عنه وبدنا نربحه شو ما كان مرات هالقرار بغير حياة مرات هالقرار بكون اخذنا على محلات من جوة بدنا اياها مش مقتنعين فيها ومرات منكون عم نعم واللي غيرنا بده اياه ونحنا مش عارفين شو بدنا اهم شي انه كل قرار مناخده نحنا اكيد ادو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة